موسيقى طبعا قيمة المعرجى الوطني للفيلم ككل هي قيمة أساسية ذات بعد فني وتقافي وإنساني أعتقد بأن متابعة المعرجى الوطني فكرة أساسية ستعطينا طبيعة المشاركات السينمائية التي تم انتقاؤها سواء على مسؤول فيلم الطويل أو على مسؤول فيلم القصير أيضا من خلال مناقشة الأفلام أيضا من خلال أنشطة موازية كل هذا من الممكن أن يساعدنا في أن نتموقع ضمن هذا المعرجى وأن نعرف الإشكالات المطروحة في هذه الأفلام السينمائية المغربية ما طبيعة الموضوعات التي أطارت المفرجين ما طبيعة الرؤية الإخراجية ما طبيعة الأفكار المرغوب في طرحية ومعالجتها ما طبيعة الرسائل مراد إيصالها إلى أي حد وصلت السينما المغربية في مستوى المستويات ما طبيعة تلقي المتفرج المغربي لهذه السينما ما طبيعة الأسئلة التي تطرح خلال المناقشات هل هي أسئلة تتعلق بالمحتويات أم هي أسئلة تتعلق بالشكل وبالرؤية الفنية وبالرؤية الجمالية أعتقد بأن هذه فرصة أن أعتبر المهرجان الوطني للفيلم مثل بين قوسين سوق عقاد الشعري لأن المهتم والناقد والإعلامي والمقرج الكل من الممكن أن يتفاعل وأن يطرح الأسئلة التي تهمه من زاويته سواء كان باحثان أو إعلاميان أو متفرجان عاديان كيفما كان نوعه الأهم في اعتقاد المتواضع هو أن نمارس قراءتنا لهذه الأفلام من زاوية تخصون النحل وبالتالي أعتقد بأن الرابح الأول وأخير في مثل هذه المناسبات هي السينما المغربية التي نطمح أن تتفاعل مع ذاتها ومع الآخر ومع العالم ككل في أفوق أن نستمتع بأفلام سينمائية من ناحية الرؤية من ناحية القيمة الفنية والجمالية لأن السينما اليوم هي شرط تقافيه فني وإنساني أساسي لابد أن تجد السينما أثرها أن تجد مقعدها في منظومتنا الطربوية وأن تكون فاعلة على مستوى التلقي فاعلة المستوى أن تترك أثراً أساسياً لدى جميع الفئات المجتمعية المغربية لأن في نهاية المطاف السينما يرؤية للذات وللآخر وللعالم وللكون ككل ترجمة نانسي قنقر